السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل لك لازم يكون الروم الرسمي بتاع الجهاز بتاعك او بتاع الحاتف يكون قاعد في الكمبيوتر تمام عشان الجهاز بتاعك لو قام عليك تشيل ملف فلبوت وتقوم تثبت في الجهاز عشان تفك التعليقه تمام يعني انت لو داير تحدث للمجلس ما يجرى الاصدار المستغير الحالي طبعا اصدار ده حتجيه تاني بعد التحديثات ليصطح بحد المشاكل هس هو الاصدار المستغير لكن بعض الاسجزة ممكن تحصل معه مشاكل تمام عشان قل لك لو جهازك عليك تفك التعليقه بتحته عن طريق الملف بتاع الروم بتاعك الموجود في الكمبيوتر عن طريق ملف البوت طبعا انا هس ما هحدث لحد ما يجيني الاصدار المستغير نفتح المجلس ما نجر كويس طبعا انا الاصدار الموجود في الجهاز بتاعي اللي هو 21.4 لو مذكرين قبل كده نزلت لكم التحديث اللي هو بتاع الواحد وعشرين ده جاتني ثلاثة تحديثات وورا بعض هي كلها مستغرة كويس وكان في بعض التحديثات في بعض المشاكل لحد ما وصلنا للاصدار 21.4 وده ما فوق اي مشاكل مع معظم الاجهزة تمام كويس عشان كده اسي الاصدار المستغير ده ذات وان اسي حاليا ما هحدث لحد بعد يومين ثلاثة اربعة هنزل لكم فيديو بعد ما يستغير انزل لي اخر اصدار كويس مستغير ما فوق مشاكل هعمل لكم فيديو عن الاصدار المستغير كويس التغيرات اللي حصل شنو في الماجيس مانجر اللي هو الجديد ده اول حاية جماعة الاسم يتغير بدل مجيس مانجر بيقى ماجس فقط تمام يعني مانجر بيقيت مافي عشان كده لو انت دار تحدس اول حاية تعمل Gordon Game maker تمشي للضبط كويس وتمشي ليه اخفاء مجلس مانجر تمام تغير الاسم بتاعك تمام لان اكمال المجيس فقط الاسم تجريد بيقى مجس تقوم تغير الاسم بتاع شنو بتاع الاخفاة بتاعك الاسم تاني مختلف عشان ما ضحش الاخصاصل لك بعض المشاكل. بعد الاسم قال لي بعد كده بيقى في دعم للإخفاء بتغنية متقدمة لحاجة الاولى. تاني حاجة اي تلفون يا جماعة اقل من اصدار خمسة بيقى ما مدعوم في المجلس ماناجر. يعني من خمسة وانت طالع من انضرويد خمسة وانت طالع بيقى مدعوم. لكن اقل من كده بيقى ما مدعوم. تمام? تاني قال لي في دعم لبعض الاصلاحات. بويس. دي حاجة جوا طبعا. وبيقى في دعم لأجهزة اللي هو اس واحد وعشرين من سامسون. تمام? كويس. في حاجة برضو عدلوها جديدة. طبعا انا مكنت خشت المجلس بيلاقيك شن اول حاجة الصورة العادية. اللي هو المجلس. كويس. اللي هو ملف التفعيل وبلاقيك المدير. المدير طبعا عند الابك. وملف المجلس اللي هو الزيت اي بي. كويس. وبعد كده فوق التنزيل عن طريق المباشر وعن طريق اللي هو اه تسموه عشنه? عن طريق اللزق. كويس. طبعا. الخيارات بعد ما ثبت المدير. كويس طبعا. كلاحظت انه المدير بيقى الاسم بتاعه نفس المجلس فوق اللي هما لفتفعيل اتنين وعشرين فاصلة صفر. تمام? ليه بقى واحد? قال ليه لانه هتنزل ملف الاي بي كي هيكون واحد فوقه الزيت اي بي كويس وفوقه الاي بي كي كويس وفوقه شنو? يلغاء المجلس مينجر. هس بعد شوية هنشرحه للناس اللي حينزلوا المجلس مينجر عن طريقة ريكوفر المعدل. كويس. لكن الوقت هتتغير. بعد كده الاصدار المسبت اللي هو واحد وعشرين فاصلة اربعة واخر اصدار اثنين وعشرين فاصلة صفر ده هيختفي. هيكون بس مكتوب الاصدار المسبت. تمام? كويس. وهيديك تحديث بالجنبه. لكن طبعا المدير ده هيكون شنو عندك مكتوب وهتحدسه. طبعا اول حاجة هتحدس المدير بعد كده هتحدس اللي هو ملف التفعيل. لكن طبعا فوق اللي هو جنب الرام ديسك فوق هنا هيكون في ملف واحد. يعني ما هيكون في اخر اصدار وما هيديك الاصدار المسبت. هيكون بالجنبه. كويس. دي الحاجات طرات كويس. انا قمت نزلت الملف بتاع ال اي بي كي. كمام? كويس. نزل للملف ده اللي هو عندها له. قللي مجلس. لاحظ حتى الاسم ده وتغير. في اتنين وعشرين فاصل صفر اي بي كي. يعني السنة لو قمت ضغبت عليه. قمت عملت تثبيت للحزمة. هيثبت معي المدير وبعد كده هيدي لي التحديث بتاع ملفه. التفعيل والموابطة هتكون ماشا. كويس. التغيير اللي حصل شنو? قلليلة زولة ده يحدز عن طريقة الريكافر المعدل. او ده يثبت اللي هو عن طريقة الريكافر المعدل اول مرة او اي حاجة. نفس الملف بتاع ال اي بي كي ده هتقوم تعمله تعديل. اعادة تسمية. تمام? بدل تكتب بدل ال اي بي كي هتكتب شنو? زيت آي بي. تمام? لان نجون الخيار ده اختفى من المجلس مدير جوه هناك في الغاية مختفى بيقى ما فيش. تمام? تعمل اعادة تسمية. لاحظ طوال الشكل بتاعي قام شنو قام يتغير. تمام? الملف ده هتقوم تشيله وهتسبده عن طريقة الريكافر المعدل طوالي. تمام? من غير ما تنزيل تاني من هناك. الملف ده زاته. هتغير الاسم بس من اي بي كي لزيت آي بي. كويس. لو دار تلغي المجلس مانجر نفس الموضوع. نفس الملف ده هتقوم شنو? تعمله تعديل. كويس. الزيت آي بي دي. بس هتقوم تضيف له قدام شنو? ان انستول. ان انستول. مجلس مانجر. وتعمل اعادة تسمية. تشهيل الملف ده. كويس. وتمشي المجلس مانجر عن طريق الاضافات. تقوم تسبده. هيقوم لقى لك المجلس مانجر طوالي. انا نشوف انا قاعد هنا نخطيه. كويس. هندهن ملف الاخير ده. لو عملته اوبين طوالي. طوالي المجلس مانجر رح بتاعيه حيقوم شنو حيقوم يتلغي. لو انا كنت مصبت الاصدار 22.0. تمام? ان شاء الله يكون يا جماعة كده الفكرة وصلت. تمام? اذا قلنا التحديسات اللي حصلت في الموضوع ده انه بيقى فيه ملف واحد. كويس. وممكن تغير من اي بي كي لزيت اي بي. وممكن يتغير بعد كده اللي. يعني ملف واحد بس بتغير التسمية بتاحته وبعد كده بتثبيت بيه كويس. وبترغيبه التثبيت بتاعه. لان الناس اداري نزول عن طريقة ريكوفر المعدل. تمام? والحاجة الجديدة اللي هو المجلس مانجر. الاسم يتغير به تمام وبيقى مجلس فقط. تمام? كويس. وهي معه بنصحكم تاني. الاصدار ده اصدار مستغر. تمام? 22.0. لكن ما تحدس جهازه كسي. لانه الاصدار المستغر ذاته بدي وتاني كم تحديسات لحزن ما ينزل لي اخر اصدار. وبعض التحديسات بيكون فيها بعض المشاكل. لانه في التحديس القديم بتاع اللي هو ان احنا من اللي هو بتاع 21 نزلنا الاصدار المستغر. ونزلت بعده ثلاثة اصدارات مستغرة لحد ما اصدرينا للاصدار 21.4. والاصدارات القديمة كان فيها مشاكل. حتى المستغرة كان فيها مشاكل. عشان كده يتهس لو انت في 21.4 ما تحدس. انتظر الحبة يومين 3 ا4 اسبوع كويس. وانا هعمل لك فيديو بعد منزل الاصدار المستغرة الاخيرة لما فوق اي مشاكل حقوم اوريك اي حاجة وعمل لك فيديو وحاول لك التفاصيل كلها في الفيديو. انا هنزل ان شاء الله. تمام? ان شاء الله جماعة تكون كده المعلومة وصلت للناس. تمام? دي المعلومات كله حول المجلس مانجر في التحديس الجديد التعديلات اللي حصلت والملف. انا هقول تلك الملف بتاع الابك في الوصف اسفل الفيديو. لو حبي انت تجاسف وتنزل البلف ده هنحديك له وانت بعد كده تعجل زي ما انا قلت تليك تغير الاسم وبعد كده تسبت المجلس مانجر بتاعك. كويس? لو حبي تنتظر حبة كمان? تمام. لكن لو حبيت تنزل لازم يكون عندك ملف الروم بتاعك وانا قاعد في الكمبيوتر لانه اذا حصل اي مشكلة تسجيل ملف البوت وتقوم شنوه في الكابية والتعليقة بتاعت الجهاز لانه لو حصل لي مشكلة الجهاز حيقوم عليك على الشعار. انت حتضطر هنا تنزل شنوه ملف البوت لو ما عندك معناه اني روم جديد. تمام? ان شاء الله كده يا جماعة تكون الفكرة وصلت بتاعة اللي هو التحديث الجديد بتاع المجلس مانجر اللي هو 22.0. تمام? ما تنسى الاشتراك في الغنى. كويس? وتفعيل زر الاشعارات عشان نصلكم كله جديد. كويس? ولو في حاجة اكتبوا لي في التعليقات انا حلود عليكم ان شاء الله. كويس? ونتواصل لحد ديماشنو يجي التحديث المستغر واجمل لزلكم الفيديو. كويس? والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.